السلام عليكم يا أبطال التصعيد يوصل لقمته بين كريسانو رونالدو والشياطين الحمر مانشستر يونايتد وعلى الطرف الثاني بالسيتي تقريبا صفقة كوكوريلا تتعركز خطوة وبتتسر بخطوة ثانية واهتمام أرسنال بأرثر ميلو يبدو بأنه كذب تماما وارتباع ريال مدريد بديمو فيرنار وأن برناردو سيلفا أيضا مغروض على سانتياغو بيرنابيو على الطرف الثاني برشلونة كما هو معتاد كمان في صفقة جديدة جوليس كوندي بشكل رسمي والآن الأعيون باتجاه أزبلا كويتا وماركوس ألانسو كيف كوني يا أحباب الروح صلوا على رسول الله وأهلا وسهلا فيكم مع عائل الرسيم والحصاد اليومي اللي بتكلم فيه مثل ما تعودنا عن أبرز مخطة الصحف العالمية عن الأندية الأوروبية قبل ما أبدأ بتفاصيل أن الرسيم مقدم قناة مقار رياض على يوتيوب إذا ما بتعرفني وإذا بتعرفني فطالبي المعتاد إلاك وهو إلاك ما تنساني أمن اللايك الرهيب وتتابعني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي على جميع الروابط موجودة بصندوق الوصف وطالبي الدائم منكم يا أبطالي رجاء اللايك مجانا فأريد منكم كما هم اعتاد 2000 لايك لهذا الفيديو أقل من 2000 ما بقبل بس هذا طالبي البسيط وخذوا طلباتكم وأخباركم وخلينا نبدأ مع الدون كرسيان دورنالدو والذي رجع إلى مدينة مانشستر والتحق بكتيبة أرك تنهاق ولكن جاي مع وكي الأعمال وخير خيم الديز لماذا؟ لحتى يفسخ عقده بالطراضي مع نادي شياطين الحمر النادي حاول بشكل كبير أن يقنع كريسيان دورنالدو يستمر معه ولكن واضح أن طموح الدون هو اللعب في دوري أبطال أوروبا فقط لا غير وأغلب الأنباء وأقواها طبعا الديلي ميل بتأكل بأن كريسيان دورنالدو فعلا طلب من نادي مانشستر وانتر بأنه يفسخ عقده بالطراضي مع النادي وأنه يتكفل بالخسائر بحيث مثلا أنه يتنازل على الراتب آخر سنة أو أنه يفسخ قيمة العقد وما شابه يعني يتكفل بكل القصة بس تركني إرحال إلى النادي اللي حابب ألعب فيه من هو النادي؟ الله أعلم لحد الآن أو بالأحرى غير موجود يعني حتى ما أكذب عليكم طيب يا ناسيم شو رأيك بكل القصة وبكل العركة وشو ما عم يصير لحد الآن للأمانة ما تغير رأيي عن موضوع كريسيان دورنالدو أنا بتمنى شوفه بدوري أبطال أوروبا في ذات الوقت يا أخي ما في ولا نادي بده يا طيب يا ناسيم شو رأيك بموضوع كريسيان دورنالدو هل هو أناني؟ هل هو كان لازم مثلا يكمل مع مانشستر رونياتل ويكون وفيه وما شابه؟ شوف يا جماعة أحكي كلمتين اللي بيحبوا كريسيان دورنالدو بشكل غبي رح يزعله من الآخر يعني إذا بيحبوه بشكل منطقي وفهمانين كرة قدم فهمانين أنه نحنا هي مساحة ترفيهية بعطي رأييه وبتعطي رأيك وبحاول لكم منطق قدر إمكان رح يتفهموا كلامي كريسيان دورنالدو لم يكن ولا هو الآن ولا يكون في حياةه رجل عاطفي رجل احترافي بكل معنى الكلمة يعني لا هو وافل لسبورتينج ولا هو وافل لمانشستر رونياتل ولا إلى ريال مادريد ولا حتى إلى مانشستر حاليا ولا الرح النادي اللي اللي رح يروح عليه بالمستقبل بكل بساطة كريسيان دورنالدو صاحب عقلية احترافية وانتصارية فقط لا غير بحب يثبت نفسه يعني أناني لا هو احترافي بشكل مبالغ فيه فقط بحب الانتصار فقط لا غير شوف حبيب مع الريال مع برشلانة لا يعني مولها الدرجة كمان بتكون مع الريال مع تشلسي مع البايرن يونايتد تعطينها أخي عاطيني فريق فوز معه بالألقاب فقط بدي كسر ألقام أكتر من هيك ما عنده ما فيش اسمه العاطفة والارتباط العاطفي بنادي معين آه هو قال بأكتر من مناسبة بيحب مانشستر يونايتل ونادي صدره للعالمية تقريبا والريال مدريد كونه حقق معه كل شيء أوكي أكيد بيحبه لكن موضوع الوفاء هينختار موجود عنده من الآخر يعني مو يعني هو رجل سيء هو صاحب عقلية احترافية مبالغ فيها فقط تكسير الأرقام والفوز بالألقاب وعقلية الانتصار بشكل دائم فقط لا غير هيتوصيفه لكريسيانو رونالدو فما بستغرب منه أي تصرف وأنه والله يترك مانشستر ويمشي حقه الطبيعي ده أنه هي عقليته فأنا ما فين يلومه بكل بساطة ما أنا مجبور يكون فرانشيسكو توتي ويبقى مع فريق حتى لو لعب بدور المؤتمرات الأوروبية أنا بقول ما أنا مجبور هل صح أم لا هذا الموضوع بيرجع لك لتقييمك فحطي ليه رأيك أنت بالتعليقات أهم من رأيي اللي وضحته بك البساطة وشفافية أزام نضال بإنجلترا ولكن نروح على لندن ونبدأ من الشمال من عندنادي الأرسنال واللي صار لنا كم يوم ما جبنا له صفقات ولا أخبار عنه شو حبيب ما عندي صفقات الله لا يشبعكم خمس ست صفقات ولسه بتكون صفقات والله أنا من ناحيتي بدي بدي يوريتي ليمانس لسه المهم موضوعنا اليوم عن خارج وليس داخل واللي هو نونو تفاريز وأخيرا بفضل الله سبحانه وتعالى ارتبط بطورينو بعدين بأطالنطا لكن بالنهاية أولمبيك مارسيليا رضي يأخذ اللاعب هلأ كيف تحكنا عليه أن أنا ما بعرف بس المهم رح يأخذه بس ما في خيار شراء للأسف بس إعارة ورح يدفعه نراتب اللاعب وهذا الشيء اللي بتأكده شبكة سكاي سفورتس واللي بتأكد بأنه أولمبيك مارسيليا اتفق مع الأرسنل على إعارة نونو تفاريز إلى النادي الفرنسي ورح يوصل تفاريز إلى مارسيليا اليوم الجمعة ورح يقوم بالفحوصات الطبية مباشرة وغدا بتم توقيع العقود وتقديمه بشكل رسمي الإعار رح تكون لمدة موسمين كاملين بدون خيار شراء نهائيا لا الزامي ولا غير الزامي ورح يغطي أولمبيك ليون راتب اللاعب كاملا إن شاء الله تعالى روحها بل رجعة إن شاء الله تعجبون ويشترك شراء يا أخي إن شاء الله أو تنفجر وترجع لنا يعني هي موهبة لن تنفجر نهائيا أنا أعطيكم إيها من الآخر إذا من رح من أرسنل على منشستر سيتي والذي كان مرتبط بمارك كوكوريلا لتعويض زينشينكو والذي رحل إلى أرسنل مثل ما منعرف كوكوريلا لحد الآن لازال يضغط على نادي برايتون برايتون محابب يبيعه بسعر قليل أو مسعر قليل لكن بلش يبالغ جدا بمطالبه اللي عم يقدمها لمانشستر سيتي والسيتي محابب أن يكون فريق يستغل بهذه الصفقة بكل أمان فلذلك بتوضح ذات الشبكة والهي سكاي أن صفقة مارك كوكوريلا بكل بساطة لا يوجد حتى الآن اتفاق بين مانشستر سيتي وكذلك برايتون كما هو الحال حتى الآن كوكوريلا يؤكد لبرايتون أنه يريد اللعب لمانشستر سيتي فقط ووكلاء اللعب الآن اتدخلوا موجودين في برايتون للتفاوض مع النادي لتسهيل عملية تنقل اللعب للعمل تحت قيارة بيبي جوارديولا للأمانة أنا بتوقع أن السيتي بنهاي رح يحسم هذه الصفقة وما رح يخلي الموسم يدخل وهو لسه محاسم صفقة هذا اللعب جوارديولا لا يمكن يبدأ الموسم إلا ويكونوا مدعم صفوفه بكل اللاعبين تقريبا من الآن فين قول مبروك لجوارديولا ولجماهير السيتيزن على هذه الصفقة الأكثر من رائعة واللي ما تفعوا عليها لحد الآن إذا منرجعنا للأرسنة لشوي منشوف أنه كم مرتبط بأرثر ميلو اللعب يوفنتوس الإيطالي واللي اجعى على أساس يكون هو تشافي جديد لما اجعى برشلونة ما نجح رجع على يوفنتوس ما نجح حاليا صار يوفنتوس بدأ يتخلص منه ومراتبه المرتفع تقريبا فريقين ضحقوا على بعض برشلونة أخذ بيانيتش وهدينك أخذوا أرثر لا تزبط مع هاد ولا تزبط مع هاد يعني اللهم فيانيتش نوعا ما موكل هالأد لكن لا بأس فيها صفقة مقبولة نوعا ما لحد الآن بكل أحوال خلينا بأرثر ميلو والذي ارتبط بأرسنال بدأكد شبكة سكاي بأنه فعلا لم يقدم أرسنال أي عرض لنادي يوفنتوس بخصوص أرثر ميلو حتى الآن كما يشاع أما إذا كان هناك نادي يريد التعاقد مع أرثور فهو قاتوزو مدرب فالانسيا والذي يريد التعاقد مع أرثور على سبيل الإعارة ودفع جزء جيد جدا من راتب اللاعب المحادثة تتزال مستمرة بين فالانسيا وكذلك يوفنتوس إذن أرثر إلى أرسنال لا لن تتم هذه الصفقة وأنا ما بتمناها للأمانة ما النبي باب أن نعود نعمل تجارب إيبرو على فالانسيا أو كي برجع الدور الإسباني يعني اسلوب تاكتيكي بناسبه بشكل أكبر إذا منضل مع الإنجليز منشوف أنه نادي ليفيربول كان لعبه مرتبط بالانتقال إلى المارنجرية المدريد والذي هو روبرتو فيرمينيو طبعا الإشاعات طلعت مبارح يورجين كلوب فورا مباشرة طلع الزلمة ونفى الموضوع جملة وتفصيلا وقال البارح يورجين كلوب بخصوص الشائعات حول روبرتو فيرمينيو بوبي لعب حاسم بالنسبة لنا قلب وروح في هذا الفريق نقطة انتهى اللاعب ليس للبيع هيكبين هي يورجين كلوب كل شيء يبدو جيدا حقا بيننا وانه على ما يرام تماما وانا على ما يرام تماما عفوا مع روبرتو فيرمينيو بالنسبة لي لا اشك في جودته لذلك نعم هو ضروريا بالنسبة لي اذا ما في فيرمينيو على ريال مدريد سكروا الملف نهائيا وخلينا نروح على روخي بلانكوس قبل ما نرجع إلى الريال واتلتكم مدريد واخيرا بيحسم صفقة جديدة عم يمشي ببطء كتير ديوغو سيميوني بهذا المركاتو للأسف طبعا بسبب موضوع قانون اللعب المال النظيف وتأثر الأندية بجائحة كورونا فهذا الموضوع تحصيل حاصل يعني الموضوع طبيعي 100% لكن واخيرا بيحسم صفقة اللاعب نهو المولينا بعقد دائم من أودانيزي الإيطالي حتى يونيو القادم أما الخطوة التالية فرح تكون إعارة ساموالينو إلى نادي فالانسيا للأمانة يعني مركاتو أتلتكو مدريد ماني حسنا نعمل تقييم كامل حتى ينتهي تماما لنرى رح نعوده أيضا بخطة الهجوم طبعا بخطة دفاع كان بحاجة إعادة أحلال وتجديد أكيد 100% لكن كان موضوع إذا جاء أحد كورونا سلم الرواتب قانون اللعب المال النظيف في الدور الإسباني كل هذه أمور حدث من خطوات أتلتكو إشبيليا فالانسيا فيا ريال وغيرهم الأندية الإسبانية بالحركة بالمركاتو ألف مبروك لأتلكم مدريد صفقة جديدة فينا نقول هي الصفقة الثالثة تقريبا وخلينا نروح مع بعض لعند المرنجة ريال مدريد والارتباط البارحة بتيمو فيرنر شو رأيي بكل بساطة لهذا الخبر بيجيك من صحيفة الليكي بالفرنسية هلا شو تخليكي بالفرنسية بلاعب بالدور الإنجليزي وأنه بدوره على الدور الإسباني والله ما بعرفه ما اقتنعت بالخبر بكل أمان لكن بتأكد بأنه نادي تشلسي الإنجليزي عارض خدماتي مو فيرنر على سبيل الإعارة لنادي ريال مدريد وبغض النظر عن موضوع عنه كيف رح يكون الراتب بين المرنجة وكذلك البلوز شو رأيي بالصفقة بكل أمانة ما نمقتنع فيها بشكل كبير يعني كونه تيمو فيرنر انت عندك جيب واحد يريح كريم بنزمة تيمو فيرنر ما نمهاجم ما نرقم تسعة هو تقريبا مهاجم مهمي أو مهاجم ثاني لا مهاجم مهمي غير حتى يعني مهاجم مهمي وغير لاعب هو مهاجم ثاني وما بتوقع انه يزبط كثير مع ريال مدريد بشكل عام اصلا ارقامه سيئة جدا تيمو فيرنر والبارحة بالبث المباشر حكيت لحد طلع زلعومي عن تيمو فيرنر وتناقشنا بشكل كبير وبدردشنا مع بعض على بيغو لايف عن موضوع تيمو فيرنر وانه بشوفوا انا صفقة غير مناسبة هل ممكن يجيو ينجح ممكن انا بعطي رأيي بشكل مبدئي اذا جابه وقته بصير وسع النقاش اكتر بحط ايمو فيرنر براقبه وبراجعك لارقامه وقته بصير فسر ليش الريال فكر يجيبه هون من الاساس فاحيانا بثي ناس بقولك شو غيرت رأيك لا انا بكون عم بشرح لك شو عم يفكر ريال مدريد وكيف راح يستفيد من اللاعب لكن بشكل مبدئ ايماني مع الصفقة بكل امانة طبعا ذات المصادر بترجع بعد شوية يبتنفي بانه ريال مدريد لا ما نموافق على موضوع ايمو فيرنر بشكل نهائي جملة وتفصيلا طبعا مصدر الخبر من الاساس مو عاجبني ومانو قوي لكن كونه انتو طلبت مني انو اتكلم عن الخبر بالتعليقات فاجبتلكني على ناحية تانية ذات المصدر ليكي بالفرنسية بتدخل ايضا بنادي هو مانشستر فيتل انجليزي وبتقول بانه خرخي من الديز وكيل اعمال بيرنار دي سيلفا خان برشلونة وعرض موكله على نادي ريال مدريد الاسباني واللي هو اكيد غريم برشلونة لكن ايضا ذات المصادر بتأكل بانو ريال مدريد يرفض تماما فكرة التعاقد مع تيما فيرنر او حتى بيرنار دي سيلفا وابل ما سكر ملف ريال مدريد بصراحة يعني انا بشوف انو ريال مدريد لازم يحاول يبحث قدر الامكان بسوق الانتقالات على اي مهاجم يبدأ في الموسم لا يمكن البدأ بكريم بنزيمة مهما حصل وهي جملة بكررها دائما بكل فيديو وبكل بث رح ضل عيدها لازم يلاقي اي مهاجم كيف انا ما بعرف يعني بالنهاي هي مو شغلت اقعد نقب بكل الانتقال يعني انا بخطر عبادي لعب بحكي عنه لكن اني كون منقب كمان لا يمكن كون مدير كشافة بنادي ريال مدريد في ذات الوقت فحطونا رأيكم بالتعليقات مين بتشوف مهاجمين خرج يكونوا ملأمين لريال مدريد بالموسم القادم طبعا فصلت نوع عمام بارح عن هذا الموضوع وكذلك ترنت بفيديو منفصل على قناتي الاساسية مقرية عن موضوع كيف رح يكون بديل كريم بنزما سكرنا ملف ريال مدريد وتعالوا روح لعند برشلونا برشلونا تعالوا لكم انتم ملاقين كنز تحت البيت شي يعني حافرين هيك ملاقين طميرة جرة في يدها بنازلين صفقات 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 روحوا اشتروا بيريز واشتروا كمان او اشتروا سانفورد بريج واشتروا واشتروا توماس توخيل بالمرة اشتروا الملعب يعني كمان حولوا مزرعي عليهم شو رأيكم استكلمة تشلسي يا جماعة انا رحت يعني على تويتر بدي اعمل متابعة لتشلسي بيعمل متابعة بتروح المتابعة لوين عبر رشلونا كمان مصفق لا هيك تقريبا وروحوا اشتروا من الانديا اللي حوليكم باسبانيا كمان الله يرزقكم ويتم عليكم ما شاء الله تعالى برشلونا بينقل بحاله رأسا على عقب بعد تفعيل رافع دين اقتصاديتين وفي طريقه تقريبا لتفعيل الرافع الاقتصادية الثالثة وبيعمل كم هائل من الصفقات والبارحة اعلن عن اخر صفقة تم العلان عنها رسميا والتي هي جوليس كوندي قادمة من نادي اشبيلية والتي يفضل لتشلسي وانتقل الى نادي برشلونا متل ما اتوقعت انه ممكن يكون اللعب حبي واصلا يلعب بالدوري الاسبانيا عقد جوليس كوندي مع برشلونا سيكون لمدة خمس مواسم كاملة حتى عام 2027 اما قيمة الصفقة فهي 50 مليون يورو بالاضافة الى بعض المتغيرات رح توصل لقرابة 10 مليون يورو خمسة مقابل شروط سهلة مثل مثلا تحقيق الدوري الاسباني وخمسة صعبين مثل مثلا ان ياخد دور الابطال او دور الابطال مرتين بثلاثة سنين جايين يعني تقريبا هيك رح تكون التوزيعة وشرط الجزائي رح يكون مليار يورو كاملة وللأمانة اكتر شي لفت نظري بموضوع جوليس كوندي طبعا رح اعطي رأيي بعد شوي بصفقة كوندي بشكل عام لبرشلونا وشو رأيي اصلا رح يكون في فيديو تاني او تالت عن برشلونا وصفقاته لان الامانة الموضوع اطور كتير وبيستحق معهن لفت نظر كتير كلام كوندي واذي رح تطلكن سكرين من الموندو والذي نقلته البارحة لما قال كان لتشافي دورا عظيما في وصولي الى هنا لقد تحدثت مرارا معه وحديثه جذبني جدا وحمسني كثيرا اعتقد اننا نرى كرة القدم بذات الطريقة وهذا الشيء اللي بيفرجيك انه اجمل شيء بصفقات برشلونا انه المدرب هو اللي يختاره وهذا اجمل شيء دائما بصفقات اي نادي في العالم على النقيد بريال مدريد للأسف طبعا كان لازم احكيه قبل شوي انا بفقرة ريال مدريد واربطه مع هذا الموضوع ببرشلونا لكن فاتنتي سامحوني على النقيد تماما بريال مدريد فالمدرب ايض نهائيا ما له دور بالصفقات وشفنا زيندين زيدان كان يحاول يدخل بالصفقات يطلب مواهب ولكن كان دائما بريال يرفض طلباته ويقول له بل تلعب بالموجود بشكل دائم وبالنهاية طبعا وصل الموضوع لخلاف وكبر وصار احتدادات وبالنهاية خرج زيدان لعدة اسباب ولكن هذا واحد من هون اذا نرجع لبرشلونا نرى انه اجمل شيء عنده انه صفقات عم تم برعاية تشافي هرنديز وبطلباته ونقطة تانية ليفاندوفسكي رفض تشيلسي واجه على برشلونا رفيني رفض ارسنل و تشيلسي واجه على برشلونا كريستنسن ترك تشيلسي واجه على برشلونا اسباليكويتا وكذلك ماركس ألونسو على الطريق ايضا ان فرانكيسيا اجه مجانا من ميلان الايطالي الى برشلونا في ناس تقول لك ماذا الاصمع برشلونا بكل بساطة نادي يكون له تاريخ وبهذا الاسم طبيعي ينافس اي نادي اخر مهما كمعه اموال فقط باسمه طبعا انا بحكي دائما الاسم ما بيكفي دائما الاسم لوحده ما بيكفي لا انت ممكن يجيك خصم صعب جدا مثل موضوع مبابي وريال وباريس يجي عرض مجنون هون لا حبيب بلا نادي بلا تاريخ بلا بطيخ انا بلعب سنتين بغنى لولد ولدي وخلاص بلا كرة قدم وبلا عدم المؤاخذة لكن بشكل عام الاسم بلعب دور كبير وهذا الشيء بفرجك انه برشلونا ما شاء الله انه حسن يرجع بسرعة مهولة وكبيرة جدا واكيد الفضل بعود لاخوالا بورتا ومعه الاذراء ماتيواليمان وكذلك جوردي كرويف اللي معنا منذكر بشكل كبير واكيد شافي هيرلانديز واللي يكون قوله لمسه بكل صفقة تقريبا شو رأيه بصفقة كوندي بكل اختصار فيني اقول لك انه شوفوا يا جماعة شافي عم يحاول يبني فريق هو مو نفس الفريق اللي لعب معه لكن من ناحية الروح والنفسية هو ذات الفريق اللي اللعب فيه ايام شافي كان بويول هو القائد وكان هو المدافع الرئيسي تقريبا بنادي برشلونا اكتر شيء كان بميز بويول واكتر شيء من التفاعل عليه دائما انه ربما هو من افضل القادة بالعصر الحديث كاملا يعني من الالفين لليوم ما اتوقع مرأ قائد بفريق بشخصية بويول مثل بويول يقودك لا ما مرأ فشافي عم يحاول يركز كثير عن موضوع الشخصية لعب الثبات الذهني عالي جدا دفاعيا عنده سيبك انه هو بيلعب ظهير بيلعب قلب دفاع موضوع طويل تكتيكيا كوندي رهيب جدا يعني اسا افضل من بويول بهذه النواحي لكن بحكي لك عن لاحية الشخصية والقيادية وايضا يعني ممكن يكون قائد مع روخه لسنوات اقتيرة دالامام ايضا موضوع التحول السريع جدا من الدفاع الهجوم بشكل مفاجئ بتحسه بزيد مع اللعبين الوسط ومع المهاجمين بشكل رهيب جدا وبرشلونا واحد من الانديا اللي اكل لساعة من كوندي باخر سنتين تقريبا اذا ما بتذكره او لا ايضا موضوع التحول من الهجوم الى الدفاع ارتداده سريع وصاروخ وهي اكتر شغلة كانت تتعيب برشلونا تقريبا من ايام مسكرانو لحد الان نحن ما مرن عنا مدافع سريع بالارتداد الدفاعي لحتى لحظت حالي وصول كوندي الى برشلونا هل ينجح ام لا انا ما بعرف لكن انا احذلك الموضوع على الورق ومنطقيا كيف يفكر شافي هيرلانديز قدر الامكان تكتيكيا اللاعب يلعب ظهير ايمن يلعب ايضا كقلب دفاع ايمن فسيشكل ثنائيا ممتاز جدا لما يلعب قلب دفاع مع اراوخو اما لما يلعب كظهير سيكون اكيد هو الظهير الاساسي وانا نظرته لتشكيلي سيكون اراوخو كرسنسن واكيد سيكون كوندي عجبها اليمنى لانه سيكون اساسي وواضح انه تشافي جابه ليلعب عن جابه اليمنى لماذا؟ بكل بساطة لانه فكرة تشافي انه سيجيب ماركوس الانسو غالبا هيك سيكون شكل برشلونا ماركوس الانسو بجيبه فهي عملية الشفت اللي بتصير مثل ايام جوارديول اللي حتى حاليا بيعمله مع منشستر سيتي وشرحتها بفيديوهات سابقة بتلاقي بيتقدم واحد من الاظهرة والثاني بيتضم على عمق الدفاع بيصير عندك ثلاث مدافعين وهذا الظهير بيكون بصفات الجومية قوية جدا فبيتقدم بشكل مبالغ في الامام مع المهاجمين او بيضم للعمق واحد من الوسط هو اللي بيضم بيضرم مساحة للامام يعني بحيث يكون ثلاث دفاعي وعندك اربعة بالوسط وثلاثة بالهجوم او بتحول الشكل لثلاثة ثلاثة اربعة تقريبا ثلاثة اثنين اثنين ثلاثة نعم بتصير بعض الاحيان بهذا الشكل هي كان يلعب برشلونا طبعا ما رحكون هكذا شكله واقف على ارض الملعب انا بحكي لما يشن الهجمة طبعا فبتمنى تكون فكرتي واضحة لذلك كوندي صفقة ممتازة بك الاختصار لنادي برشلونا اذا بتحبب نعمل فيديو تفصيلي عنه وبالامثل لكيف رحكون شكل برشلونا بالموسم القادم هذا كان كل شيء عندي بتمنى تحطونا اراءكم بالتعليقات شو هي توقعاتكم لمركاتو ريال مدريد هلو اغلق تماما ام ممكن يجيب ريال مدريد و بيريز يكون عم يحفر حول صفقة وربما يكون ملاقي كنز مثل ملاقي برشلونا تحت البيت لكن نايم حتى يجيب صفقة اعصار قبل نهاية الميركاتو ولو اني شخصيا ما اتوقع تكون صفقة اعصار لكن هل ممكن يكون بيريز عم يبحث عن صفقة ويجيبها قبل نهاية الميركاتو ميركاتو برشلونا شو رأيكم فيه بشكل عام وجهة ارثر ميدو القادمة ورأيكم بشكل عام من موضوع تيمو فرنر وكذلك بيرنرد سيلفا وموضوع كريستيانو رنادو ارأيكم كلها بديها بالتعليقات وكذلك بدي منكم اللايكات بشوفكم على خير ان شاء الله تعالى والف سلام